فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صلي وسلم وبارك على من علمنا كل هذا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا يا ربنا من موجبات الندامة اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار وكفنا واصرف عنا شر الأشرار وأعتق رقابنا ورقاب أبنائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وآبائنا من النار يا عزيز يا غفار اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار وكفنا واصرف عنا شر الأشرار وأعتق رقابنا ورقاب أبنائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وآبائنا من النار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نعوذ بوصلك من صدك ونعوذ بقبولك من ردك ونعوذ بقربك من طردك اللهم اجعلنا من أهل طاعتك والفائزين بعفوك يوم لقائك فاللهم صلي وسلم وبارك على شفيعنا يوم اللقاء سيدنا محمد صلاة ينطق بها القلب قبل اللسان وتوصلنا بها إلى بر الأمان برحمتك يا واسع الغفران